مسلسل هيلباون بيحكي عن ظاهرة مرعبة بيظهر فيها كيان غامض وبيبلغ الإنسان بالموعد اللي حيذهب فيه للجحيم اللي هو إعلان جدوى اللي امتحنات عندنا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو المسلسل الكوري هيلباون مسلسل هيلباون مش جديد قوي بقاله يمكن أسبوعين على نتفلكس وهو مسلسل مأخوذ عن ويب تون شهير والويب تون دوت على قد ما نفاهم حاجة عاملة زي الكوميكس كده بس رقمية غير مطبوعة وبتبقى عاملة زي العمود كده بتقعدوا تسكرولوا لتحت عشان تشوفوا الأحداث كلها وهو مسلسل للمخرج يون سانج هو نفس المخرج اللي قدم لنا ترين تو بوسان ونفس المخرج اللي قدم لنا بنينسولا والمرة دي بيقدم لنا أحداث طبيعية معصرة فيها بس عنصر واحد خيالي وهو انتشار ظاهرة غريبة كيان غامض بيظهر للإنسان بيبلغه بمعاد موته وبيؤكد له إنه رايح للجحيم وفي المعادة اللي بيحدده بيظهر تلت كيانات أخرى ضخمة الجثة بترن الإنسان علقة وبتسحبه معاها للجحيم ومع انتشار الظاهرة دي بتبدأ حركة اسمها الحقيقة الجديدة مع جناح متفق معاها ولكن عنيف شوية اسمه رأس السهم والجماعتين دول بيكتسبوا قوة ونفوذ وشعبية كبيرة مع تكرار الظاهرة لأنهم بيقدموا لها تفسير إلهي وبيفرضوا على الناس بالقوة مفاهيم الخير والشر وأمام النفوذ الواسع ده بتظهر لهم بعض الأصوات المعارضة لحد ما في يوم الظاهرة دي بتستهدف شخص بيغير كل المقاييس وبيحصل صراع كبير عليه من الجهتين فيا ترى ايه اللي حيحصل زي ما قلتلكم كده مسلسل هيل باوند مش جديد قوي وأنا شفت أول حلقة منه وأول ما ظهر على نتفلكس وبعدين قعدت فترة طويلة مرجعتلوش وده لأن للأمانة الحلقة الأولى ما استهوتنيش قوي وده رغم بدايتها جيدة جدا لأن بعد ما تم تقديم الظاهرة المرعبة دي الأحداث أخدت سكة عكس اللي أنا كنت متوقعها أنا كنت متوقع أن الغموض هو اللي حيسيطر على كل شيء والهدف الرئيسي بتاع الأحداث هو محاولة تفسير الظاهرة ولكن الأحداث زي ما شرحت بتركز أكتر على اللي تسببت فيه الظاهرة إيه اللي حصل للمجتمع الكوري بعد ما ده بقى واقع مين اللي حيستفيد منه مين اللي من مصلحته أنه هو يمشر الخوف أكتر مين اللي ممكن يقاوم الاتجاه اللي بيكتسب هيمنة كبيرة جدا بسبب عامل الخوف ده وإيه انعكسات ده كله على ركائز الحياة المعاصرة العلاقات العائلية علاقات الشغل علاقات الشعب بالدولة علاقات الجمهور بالإعلام ومن جوه ده كله كان فيه دراما غنية وناضجة جدا بس نقطة الانطلاق ممكن تكون مربكة شوية وتركزها الكبير على قائد وزعيم حركة الحقيقة الجديدة في البداية ما كانش جذاب وأنا حاسس أن ده واحد من العوامل اللي أثرت على أن العمل ده ما ينالش شهرة كبيرة في العالم العربي شهرة كبيرة نسبيا طبعا ونسبيا دي أنا بربطها بشكل مباشر بسكويد جيم وأعتقد أن ده كان الرهان الرئيسي عند نتفلكس أن هيل باوند يركب الموجة العملاقة بتاعة سكويد جيم ويمكن غياب التشابه ما بين المسلسلين طفل ناس شوية تجاه هيل باوند وده في ظلم كبير للمسلسل لأنه في تقدير الشخصي مسلسل ممتاز وما يقلش إطلاقا عن سكويد جيم هما أكيد طبعا المسلسلين مش شبه بعض بس لو قررنا ثراء الحبكة توظيف عنصر الخيال واستخدامه لخلق انعكاسات على الحياة المعصرة الشجاعة الشديدة في إثارة الجدل عنصر الإثارة الالتواءات والتقلبات المستمرة أدوات التصوير أدوات الإخراج أدوات المونتاج أدوات التكسيد كل دي عناصر متميزة جدا في مسلسل هيل باوند وبيتوفر فيه عنصر إضافي أنا عارف أنه بيعجب ناس كتير لأسباب غريبة جدا أنه مسلسل صادم جدا ومحزن جدا محتاجة توضيح مني يعني أعمال كتير قبل كده تناولت اضطرار الإنسان لمواجهة الموت دي أول مرة أشوف عمل بيخلي الإنسان يضطر يواجه الجحيم وطريقة التناول الدرامي من أكبر عوامل تميز المسلسل سكويت جيم مش المسلسل الوحيد اللي افتكرته وأنا بتفرج على هيل باوند مع الوصول للحلقة الرابعة بالتحجيد افتكرت كمان مسلسل أركين مش في أي حاجة غير طريق تقسيم الحلقات مسلسلنا ممكن ببساطة تقسيمه لفصلين كل فصل منهم ثلاث حلقات وما بينهم في فترة زمانية بس هيل باوند عنده جرأة أشد كمان في التقسيمة دي لأنه تقريبا يعتبر قدم قصتين منفصلتين العناصر المشتركة ما بينهم على مستوى الشخصيات مش كتير بس الاستمرارية موجودة والبناء على الأحداث السابقة حاضر والأحداث هنا هي قصص بني أدمين عاديين بيواجهوا ظرف غير عادي ورغم أن عنصر الجذب الرئيسي للمسلسل هي الفكرة المجنونة بس كان فيه حرص كبير قوي على عكس العواطف المناسبة عند الشخصيات وده رفع جدا من شأن التكسيد تخيل معايا كده شخصية بتتعرض للظاهرة اللي أنا شرحتها دي وبعدين يلاقي نفسه هدف من المؤسسة أو المنظمة اللي عاوزة تستخدم الظرف الشخصي جدا ده لمصلحتها ومن الجوانب اللي عاوزة تقومهم انعكاسات مرعبة على الشخص نفسه وعلى الناس المحيطة بيه وعلى الآثار المخيفة اللي ممكن تنتج عن تجربته ده على مستوى التفاصيل اللي المسلسل بياخد وقته جدا فيها مفيش شخصية بتتعرض للظاهرة دي بنتعامل معها باستخفاف كل مرة بنعيش التجربة بكل تفاصيلها مع الشخص لأ بجد قدر الألم والحزن والانقباد اللي أنا عشته مع المسلسل مش بسيط وبعدين ناخد التجارب دي كلها للصورة الكبيرة اللي بيحصل فيها الانعكاس انعكاس على واقعنا الحالي بعيد عن الانعكاسات السياسية والانعكاسات الاقتصادية اللي احنا متعودين عليهم في الأعمال الكورية المرة دي الانعكاس اجتماعي وعقائدي ومش عاوز أسيس الدنيا وأقول إن المسلسل ما عندوش رسالة بس حابب نستخدم التعبيرات بدقة هي رسالة وليست أجندة رسالة للبشر كلهم رسالة لكيفية تعريف الخير والشر داخل أي مجتمع بعيدا عن المفاهيم الملتوية لكيفية كسب سطوة ونفوذ وأموال متسلحين بولا حاجة غير الخوف المسلسل جدلي وحساس وجريء جدا وكالعادة مش صعب أبدا إننا نشوف مجتمعنا فيه وفي نفس الوقت من غير ما ننسى إننا أمام قصة فيها كل عناصر الجذب اللي بنحبها الشد العصبي والإثارة من أول حلقة لآخر حلقة لحظات الصدمة ولحظات الرعب يمكن يعيبه بس إنه فيه قدر كبير من الملأمة وبيعتمد على إن الرؤية الفلسفية بتاعته تطمس معالمها لكن تصميم تزامن الأحداث ممكن فعلا يزعج تجربة المشاهدة شوية عندنا نقاط تميز تقنية مقبولة ونقاط تميز فنية استثنائية شغل المؤثرات البصرية بتاع الظاهرة اللي احنا تكلمنا عنها ده مش أفضل حاجة في الدنيا بس اللي بينتج عنه على مستوى الكادرات وعلى مستوى الصورة شيء رائع وفي الفصل التاني من الأحداث بالتحديد بيبعت رسائل بالهبل باستخدام عناصر الصدمة وعناصر الدراما وعناصر الكوميديا كمان في بعض الأحيان فده كله بشكل عام بيخلق تجربة بصرية متميزة جدا وفيه عدد من مشاهد الأكشن المتميزة جدا على مستوى الإخراج طريق التتبع للكاميرا وطريق التوالي للمشاهد حقيقي ملفتة مسلسل هيل باوند أكتر عمل underrated شفته السنة دي يستحق المشاهدة ويستحق الاهتمام أكتر من اللي حصل ده بكتير ممكن يدايق ناس كتير من اللي حيتفرجوا عليه الحقيقة هو أكيد حيدايق ناس كتير من اللي تفرجوا عليه حتى لو المشاهد موافق على الصورة اللي هو بيرسمها تفضل برضو تفاصيل الصورة دي صادمة ومزعجة جدا فاعتبروا ده تحذير مباشر للي ما شافش المسلسل إنه مقبل على تجربة صعبة ولكنها تجربة متميزة وتستحق الاهتمام وتستحق المناقشة والحوار كمان يمكن يكون هو ده الحوار اللي الناس محتاجة فعلا تتناقش فيه تقييمي لمسلسل هيل باوند هو 8.5 من 10 ونهاية المسلسل الصادمة جدا بتفتح الباب بسهولة قوي لمسم تاني محتمل مناقشة الحلقة إيه في رأيكم أكتر المسلسلات الـ underrated اللي ما خدتش حقها اللي تحبوا تشاركوها مع الناس ياريت تكتبوا ترشحاتكم في الـ comments ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي